مطاحن البحر الأحمر في اليمن فارغة تماما من الحبوب بعد توزيع محتوياتها على المحتاجين واقع أعلن عنه برنامج الأغذي العالمي وقابله اليمنيون بأسف في ظل تحذيرات من حدوث مجاعة في مناطق الصراع استأجرت الأمم المتحدة المطاحنة تلك في إطار عملية مساعدات لإطعام 13 مليون شخص شهريا لكن الوصول إليها يتعذر منذ عامين بسبب الحرب فالمنطقة تقع وسط شبكة معقدة من جبهات القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثي حتى أصبحت ضمن محاور صراع مجمد في ميناء الحدد الاستراتيجي الكميات الكبيرة من الحبوب المخزنة في منشاءة المطاحن كانت مهددة بالتلف في جو اليمن الرطب وتطلب الأمر عاما من المفاوضات والعمليات الخطيرة عبر جبهات القتال لفتح الطريق واستئناف الطحن والتوزيع في سبتمبر من العام الماضي وشكت منظمات الإغاثة مرارا من أن الطرفين المتحاربين في الصراع الدائر منذ خمس سنوات في مختلف أرجاء اليمن يفرضان قيودا على وصول الإمدادات والمساعدات للمحتاجين حتى أن برنامج الأغذي العالمي اضطر إلى تقليل المساعدات الغذائية في مناطق شمال اليمن إلى النصف وقال إنه يحتاج إلى أكثر من 700 مليون دولار لإبقاء خدماته على مدار العام ويشير أحدث تقرير أممي إلى عودة اليمن لمستويات مقلقة من الافتقار للأمن الغذائي فقد خفضت القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا من تحويلات العاملين بالخارج وتسببت جراد والسيول ونقص تمويل المساعدات هذا العام إلى تفاقم أوضاع الجوع الصعبة بالفعل في البلاد وينظر لليمن باعتباره الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم إذ يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإنسانية